جريدة الوطن كان فيه تركيز على التصريحات البرزة أو الأبرز في هذا الموضوع طبعا بجانب القمة العربية وبجانب أهم الملفات اللي هيتم ترحها في القمة العربية في جريدة الوطن نواب سابقون بيصرحوا بيقولوا أحمد عز سيعود للانتخابات باقتلاف مصر المحروسة والاقتلاف يضم 150 عضو سابق بالوطني المنحل ومصدر مقرب لعز كلب فريقه القانوني بدراسة موقفه بجانب أحمد عز واقتلافه بنشوف أن الحمدين صباحي بيقول للوطن ندرس المقاطعة إذا رفضوا مقترحتنا الهنيدي بيقول نضع تصورا نهائي لتقسيم الدوائر اليوم كمان حاجة ثالثة يعني ما بين المقاطعة وما بين المشاركة اتجاه ثالث بيتكلم عن التأجيل واتجاه لتأجيل انتخابات النواب لما بعد رمضان بسبب الثانوية في جريدة الوطن كمان ميليشيات الإخوان تفجر شلي علي جمعة في بحيرة قارون و 23 مايو مرسي وعكاشة وحمزاوي وقنديل وعبد الفتاح كلهم في القفص واحد المتهمون سبوا القضاء علنا محمد مرسي توفي عكاشة عمر حمزاوي والأنديل وعلى عبد الفتاح كلهم بالرغم من اختلافاتهم وانتمائتهم لأنهم كلهم في قفص واحد بسبب تهمة سب القضاء في جريدة الأهرام المنشط الرئيسي اللي فيها النيل للجميع الرئيس أمام البرلمان الأتيوبي لا يمكن لشعب تحقيق سعادته على حساب الآخر كمان في جريدة الأهرام ما زال الاهتمام مستمر بأنبيب البتجاز والقضاء على أزمة أنبيب البتجاز اجتماع مجلس الوزراء برئاسة محلب يقول ضخ كميات إضافية من البتجاز والسولار لمواجهة موسم الحصاد وتطوير المجمعات الاستهلاكية وضبط أسعار المواد الغذائية في اليوم السابع اختاروا لملف إثيوبيا والسد الإثيوبي على إثيوبيا السلام ولشعبنا ولشعوبنا المصرة ده المنشط الرئيسي في جريدة اليوم السابع كمان السيد البدوي بيقول تم القفض على إخوان يعملون معي منذ 15 سنة وهناك قيادات شريفة في الوطني جريدة التحرير كان الصفحة الرئيسية اللي فيها إبراز لصورة الشيخ أحمد الطيب والعنوان الرئيسي فيها في معركة الخطاب الديني أرحنا أو استرح يا شيخنا والتفاصيل انهم عاملين واضح انهم عاملين تحقيق كبير عن الموضوع ده بيتكلموا مثلا أبرز العنوان اللي في التحقيق ده انه بيواصل حماية رجال الإخوان والفكر السلفي المتطرف في المشخة والجامع دائم الشكوى إلى محلب من الحملات الإعلامية ضده ويعتبر منتقديه كارهين للأزهر والطيب تفرغ لمعركه مع الصحفيين ووزير الأوقاف ونسي مهمته الأساسية في قيادة الثورة الدينية ويلجأ إلى سياسة الاختفاء المؤقت في القرنة في أوقات لا تحتمل الغياب على طريقة البابا شنودة ده حسب التحقيق اللي موجود في جريدة التحرير ويبدو أن ده مش أول تحقيق ويظهر التوتر بين الشيخ أحمد الطيب وبين جريدة التحرير عموما هنتابع مع حضراتكم الملف ده في الأيام اللي جاية نبدأ مع حضراتكم بقى الأخبار اللي كانت مسيطرة النهاردة أهم خبر كان مسيطرة على الصحافة المحلية النهاردة كان خروج وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي من السجن بعد أربع سنين أضاها فيه اليوم السابع قالت إن وزير الداخلية الأسبق خرج من سجنه في منطقة سجون تورا بعد ما تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة وضح مصدر أمني لليوم السابع أن قطاع مصلحة السجون تسلم النهاردة أوراق صحة الإفراج عن العدلي واللي كانت سبب في تأخر الإفراج عنه رغم صدور حكم ببرقته من آخر التهم المواجهة إليه والخاصة بالتربح والكسب غير المشروع يوم السبت اللي فات وضح المصدر أن محكمة النقد لغت أحكام السجن بحق العدلي بيبلغ مجموعها 42 سنة وإعادت محاكمته أمام دوائر جنايات تانية غير الدوائر اللي أصدرت أحكام سجن ضده ليتم تبرقته من كل القضايا باستثناء قضايا سخرة المجندين اللي خد فيها 3 سنين سجن أضاهم بالفعل أما القضايا اللي خد فيها وزير الداخلية الأسبق أحكام وبعدين حصل فيها على القضايا يعني التانية فهي قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي واللوحات المعدنية والكسب غير المشروع وقضية الاستلاء على أراضي الدولة مصدر أمني في وزارة الداخلية قال لجريدة الوطن كمان إنه حبيب العدلي أخطر أو أخطر النهاردة بإنهاء إجراءات إخلاق سبيله ولبسه المدني العادي واتنقل خارج سجن طورة بعربية تابعة لترحيلات الجيزة وسط حراسة أمنية مشددة وأضاف إن العدلي ودع قيادات السجن والزباط بحفاوة شديدة وشكرهم على حسن معاملته خلال الفترة الأضاها في سجن مزرعة طورة جريدة الفجر هي كمان عملت تقرير عن فيلا السادس من أكتوبر اللي اتنقل ليها حبيب العدلي النهاردة بعد الإفراج عنه حصلت الفجر على تقرير لجنة الخبراء اللي عينت الفيلا دي في وقت سابق واللي بتقيم فيها زوجته الحالية إلهام شرشر وكشف تقرير اللجنة الخبراء لجنة الخبراء وقت معاينة الفيلا أثناء نظر قضية الكسب غير المشروع إن إجمالي قيمة الأثاث والمنقلات في الفيلا اللي موجودة في مدينة الخمائل بسادس من أكتوبر بعيد عن قيمة الفيلا نفسها هو 2.585.600 جنيه مصري يعني قيمة العفش بس في الفيلا فيلا واحدة من فيلا وشواء العدلي أكتر من 2.5 مليون نسيب موضوع حبيبي العدلي ونروح لموضوع تاني يهتمت بيه برضو الجرائد والمواقع بشكل كبير النهاردة وهو موضوع المخالفات والمشاكل الموجودة في مسبقة 30 ألف معلم واللي أثر جدل كبير خلال اليومين اللي فاتوا النهاردة كان ليه أكتر من رد فعل أول رد فعل للوزارة التعليم كان القرار اللي اتخذوا الوزير الدكتور محب الرفعي بإحالة محمد رفعت مدير البوابق الإلكترونية بالوزارة والمسؤول عن مسبقة 30 ألف معلم أحيل للتحقيق وده بسبب صعوبة وصول المتقدمين لنتجتهم على الموقع الرسمي للوزارة بعد الإعلان عنها وقالت أماني درغام المستشارة الإعلامية بوزارة التربية والتعليم في تصريحات لجريدة الوطن إن الوزير أحال رفعت للتحقيق بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللي تحقق أفضل خدمة للمواطنين في الكشف عن أسمائهم وأشارت إلى أنه تم تكليف محسن عبد العزيز رئيس الإدارة العامة للإحصاء والتكنولوجيا المعلومات باستكمال باقي مراحل المسابق كمان أصدر الدكتور محب الرفعي الرفعي قرار بتشكيل لجنة تنفيذية من الإدارة العامة لشؤون العاملين ومركز التطوير التكنولوجي للوقوف على أي مشاكل في نتيجة المسابق وحسب جريدة المصري اليوم هتعمل لجنة الجديدة هتشتغل على أنها توجد حلول سريعة للمشاكل دي بالتنصيق مع المديريات التعليمية بالإضافة لتوضيح أي لبس في النتيجة وتسهيل الإجراءات على المتقدمين سواء لشغل الوظائف أو لتقديم التظلمات رد فعل المعلمين بقى كمختلف فمثلا في عشرات من المتقدمين لمسابق 30 ألف معلم من أبناء محافظة الأليوبية واللي لم يحالفهم الحظ في الفوز بوظيفة وظيفة من ضمن وظيفة 30 ألف معلم تظاهروا أمام ديوان عام مديرية التعليم بمنها احتجاجا على نتيجة المسابقة ورفع المشاركين في المظاهرة لافتات بتؤكد اعتراضهم على عدم الفوز بأي وظيفة وطلبوا وزير التربية والتعليم أنه يعيد النظر في النتيجة وقبول تظلمهم عليها وأعلنت ألفة عبد الرحيم فرغالي وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تشكيل لجنة لقبول تظلمات المحتجين على نتيجة المسابقة وأكدت للمحتجين أن المسابقة تم تنظيمها بشكل مركزي والمدريات ملهاش أي دخل فيها وأن نتيجة جت بناء على ترتيب الأولويات حسب القانون بعيد بقى عن أخبار حبيب العدلي مسبقة التلاتين ألف معلم وافق المستشار محفوظ صابر وزير العدل على قرار قادي التحقيق المستشار صفاء الدين أبازة بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز أحمد رئيس محكمة استئناف ورئيس نادي القضاء السابق إلى الصلاحية بعد اتهامه بالانشغال بالسياسة وتحريده على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 ده القرار اللي أثار الجدل كبير جداً النهارد حسب الخبر المنشور في جريدة الشروق انتهت التحقيقات لإدانة عبد العزيز من خلال الفيديوز والصور اللي أثبتت تواجده أمام مقر أمن الدولة في مدينة نصر وحسب مصدر قضائي فالمستشار عبد العزيز حضر التحقيقات ونفق الاتهامات الموجهة ليه واستند لأقوال أكتر من عشر شهود لكن الشهود دول أقروا بتواجده أمام المقر وشهدوا ضده وبكده يكون المستشار زكريا عبد العزيز موقوف عن عمله كرئيس لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة الاستئنة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء السابق علق على قرار إحالته للصلاحية في تصريحات الشروق بأنه تصفيت حسابات مع أصحاب ثورة 25 يناير وكمان لوقف التيار استقلال القضاء في سنة 2005 و2006 وأضاف كمان أنه لم يطلع على قرار إحالته أو ما تضمنه القرار حتى الآن من ناحية يعني لحد دلوقتي من ناحية تانية قال علي طه محامي المستشار زكريا أنه القضية بدأت من سبع شهور ببلاغ من زكريا عبد العزيز ضد اللجنة القانونية لتشهرهم به من خلال اتهمهم ليه بأنه السبب وراء اقتحام مبنى أمن الدولة واتهموه بإعداد القائمة السوداء اللي تم على إطراءة اغتيال المقدم محمد مبروك وأحيل الأمر للتحقيق أمام المستشار صفاء أبازة اللي تخطى حدود الوكالة للتحقيق في وقاعة سب وقصف وبدأ يسمع لشهود في وقاعة اقتحام أمن الدولة حسب كلام المحام وأضف أن من بين الشهود مسجلين جنائيا كما أنه لم يتم مواجهة موكله بأشهود ورفض التصريح لهم بتصوير القضية أو تحديد معاد لشؤال عبد العزيز بعد اعتذاره أول مرة لظروف عمله عائشة خيرة الشاطر بنت المهندس خيرة الشاطر نائب مرشد عام جماعة الإخوان قالت إن الإخوان المحبوسين في السجون من الله عليهم بفضله فإن واحد منهم رأى رؤية إن الشيخ صلاح سلطان بيحمل أكياس يعني بعددهم لكل واحد منهم بيوزع عليهم مكتوب عليها هدايا من الله القدير وقالت كمان في التصريحات اللي نشرتها جريدة الفجر ونقلتها إنه في شخص آخر رأى رسول الله يقيم حفلا في منزله لهم جميعا وآخر رأى الزنازين تضيق عليهم فأتى رسول الله مش عارفة برضو أن إحنا مصممين وأخرجهم جميعا منها وقالت إن دي بشريات يرسلها الله للمحبوسين واختتمت عائشة حدتها بالقول ما أعظمهم من رجال عملوا فأخلصوا واختبروا فصدقوا وابتلوا فصبروا يزورهم رسول الله في بنامهم بيشد من أزرهم يعني والحال الخبر ده والتصريحات دي لا تعليق ولكن يعني ده كوكب الإخوان اللي برضو سيدنا جبريل قبل كده كان بيأمهم في ربعة وبيقولهم إنه مرسي راجع وبيقولهم حاجات كتير جدا ما حصلتش منها أي حاجة وبالتالي هم برضو مصممين إنهم يفضلوا في أحلامهم ومصممين في إنهم برضو يدخلوا الرسول عليه الصلاة والسلام يدخلوا في الأحلام ويدخلوا وكأنه برضو مصممين إنه الرسول والإسلام ده بتاعهم بس وأي حد يعترض معهم هو خارج الإسلام وخارج الدين يعني التصريحات دي اندلت على حاجة ما بتدولش الحياة غير على كده الخبر اللي جاي ده خبر غريب جدا وزير النقل خلال اجتماع مجلس الوزراء النهاردة عرض ما تتخذوا الوزارة من إجراءات بالقضاء على المعابر غير القانونية الموجودة على استكاك الحديدية وده في التعاون مع المحافظات وقال الوزير إنه رغم قيام أجهزة الوزارة والمحافظات بإغلاق حوالي 600 معبر غير قانوني لكن بعض الأهالي بيعودون فتح بعضها مرة أخرى على فكرة لو الوزير قال إنه ما يعرفش حاجة عن المعابر دي أرحم ولكن الوزارة والحكومة تبقى عرفاهم وكمان تقفلهم ويجوا أهالي يفتحوهم تاني ببساطة ويعرضوا أروح الناس للخطر ده حقيقي صعب إن احنا نفهمه لأن الناس دي لو عارفة إن الدولة هتاخد رد فعل قاسي ضدهم وفي قانون هيحسبهم على الجريمة دي ما كانوش عملوا كده أين هي هيبهت الدولة اللي الحكومة دايما بتقول إنها رجعت آه موضوع ممكن يباني إنه بسيط بنكلم عن معابر يعني عن دوترات ولكن الموضوع البسيط ده بيؤدي إلى موت العشرات وكل يومين لدرجة إن الناس بتدي تتعود على أخبار الموت اللي بتتسبب بسبب المزلقانات دي وبسبب المزلقانات دي اللي هي بيوصل عددها حسب الخبر لستمائة مزلقان رقم كبير وفي الآخر الأهالي بيتعاملوا معاه باستسهال ولا كأنها يتم محاسبتهم آخر خبر في جولتنا المحلية هو خبر حزين مستشار واقل مكرم محافظ الفقيون قرر إطلاق اسم الشهيدة مناط الله سيد رجب التلميذة في سنة ثالثة ابتدائي بمدرسة الحواتم الابتدائية بمدينة الفيوم على المدرسة الموضوع إن مناط الله لأت عبوها جنب المدرسة فخدتها تلعب بيها واتضح إنها قنبلة انفجرت فيها وقتلتها في الحال والحقيقة الحالة دلوقتي مش فاهمين إيه هدف اللي بيحطوا قنبلة جنب مدرسة وبيكون قاصد ويموت مين بيها لكن الحقيقة صرف المحافظة ومدرية التعليم كان سريع وإيجابي وقام محمود أبو الغيط وكيل وزارة الترباية والتعليم بإعداد لافتة جديدة تم تعليقها على المدرسة في نفس يوم الحدثة دي أقل حاجة ممكن نقدمها لأسرتها أسرتها يوم برضو على فكرة مشتمين برضو الرسول بيجي لهم في أحلامهم مش بيجي بس للأساتزة اللي قاعدين في استجنه وقاعدين مستانيين من الطلاع عليهم يعني دي برضو من الطلاع اللي انتو فجرتوها بعد الفاصل نكمل اشتركوا في القناة